هل فعلاً مثل ما كنتم تقولون أن اللجنة المالية قالت أن الموازنة على لسان حسين مونس قد اختطفت بالتالي هذه الموازنة كتبها واتفق عليها وعلى نصوصها وبنودها زعماء الكتل السياسية ولا علاقة للنواب بها فقط أنهم قالوا لهم صوتوا وانتهى الأمر لهذه الصورة مغلوطة ليست حقيقية كانت الموازنة لدى الأحزاب الحاكمة حتى أن أحد رؤساء الكتل السياسية جاء إلى البرلمان وحسب ما نقل لأستاذ الأعضاء قال تغير هذه المادة وقام بتغييرها رئيس أحد الكتل السياسية دخل إلى مجلس النواب نحن بالنسبة أنكم مستقلين ما نعلاقة بالأحزاب الحاكمة لا يحكمنا رئيس حزاب السياسية ولا نعلاقة بها زعيم حزب قال هذه المادة تتغير نعم أجل مجلس النواب تم تغييرها تم تغييرها نحن رفضناها بالنسبة لنا بس أنا أتشي لك كنواب باستقلين عددنا ستين وسبعين واحد رفضنا ولكن أحزاب الحاكمة عددهم أكثر من عدنا نتحدث بصراحة فإحنا بالنسبة لنا صحيح الموازنة تم تغييرها باللحظات الأخيرة أنت تلاحظ اللحظات بعض الأعضاء واقفين يم رئيس المجلس دائرة ما دائرة وتم التصويت في الإجماع على الموازنة وتم تغيير الأرقام في لحظات بعض الأرقام تم تغييرها باللحظات الأخيرة باللحظات الأخيرة تم تغيير الأرقام من قبل هيئة الرئاسة أمام الجمهور العراقي أنتم السادة المعترضون على فقرات الموازنة والتي ستطعنون بها كما تقولون من أجل المصلحة العامة هل اتصلتم برئيس الوزراء ليكون لكم حديث مباشر معه عن هذا الذي تسمونه نهب منظم وما هو كان موقفه هل فعلتم هذا حتى هاي حقائق نثبتها باتشر يجوز بات الرئيس يقول لها لم أحد قال لي أو لست على دراية بما يجري أو ما عندي وقت قلتوا ليه نحن نتحدث بصراحة أصلا هي الموازنة جاءت من مزارة المالية وإلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو الذي أرسلها إلينا فبالتالي رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية ولكن لا ننسى هناك قضية جدا المادة الواربعين تمكننا المجلس والحمد لله شكر بإسقاطها التي تضمن فرض ضروب رسائب رسوم وضرائب على المواطنين تم إسقاطها لا ننسى أنها خطوة جيدة من قبل سيد أعضاء بإسقاط المادة الواربعين التي تضمن فرض ضرائب ورسوم على المواطنين ولكن بعض المواطن لم نفلح في إسقاطها على التحالي نحن باللسف للموازنة لدينا متابعات كثيرة ولدينا مستشارين ولدينا مجموعة فريق من المحامين إن شاء الله نسعى بالتعاون والتنسيق واجزاكم الله السلطة الرابعة قناتكم الكريمة استاعدونا في نشر ثقافة اقتفاء أثر الموازنة وإن شاء الله في متابعات مستمر ولكن أنا أعيد وأقول أنه أنا أتحدث عن نفسي أنا اتقت الإجراءات اللازمة بعد شخصة المشاكل خلونا إلى بقرة أخرى بتحرير شكوى على رئيس المجلس ونائبه اشتركوا في القناة